اهلا بحضراتكم مرة تانية ندخل في تفاصيل حلقتنا ارقع بس واقول اللي ما تابعش الحامل بداية ان شاء الله الموسم يتم استقنافه مرة تانية بداية من يوم 21 بلقاء السوبر الهجمع بين الاهل وطلاع الجيش وبعده يتم استقناف مسابقة كاس مصر بداية من يوم 25 وصولا للمباراة النهائية يوم 19 قبل ما يرجع الدوري في نسخته الجديدة ويبتدي ان شاء الله يوم 25 خلينا اقول لحضراتكم بقى تفاصيل اخبار النهاردة وبداية طبعا في حالة صدام شكلها مش لطيف الحقيقة مش حلوة في حقنا الحقيقة بالذات لما يبقى المدير الفني مصري يعني افهم لما يبقى في قرار باقالة او استقالة انهاء علاقة سميها تحت اي او خطها تحت اي مسمى ويكون مدير فني اجنبي يفترض انه يعني ممكن تحصل هنا نرجع للعقد ونرجع للشروط ونرجع للبنود ده شيء مفهوم ومنطقي في عالم الاحتراف لكن بالنسبة لمدير فني وطني مدير فني مع فكرة انك بالتأكيد طبعا مدير فني محترف وفي عقد بيربط بينك وبالانتحاد الكرة لكن بالنسبة للوطني بيتهالي ان فيه شوية نحية اخلاقية او نحية احساس بانك انت في مهمة وطنية اه عايز تكسب ويهمك اسمك ويهمك نجحت اجربتك مع منتخب مصر لكن في النهاية انت شايل اسمه منتخب مصر ووراك 100 مليون فبالتالي مفترض كان شكل انهاء العلاقة يبقى الطف من كده في مقابل اصرار كابتن حسام البدري عنه هو يفعل باند الشرط الجزائي اللي بديه لحقه في انه ياخد تقريبا شهرين نتكلم في مليون وستمائة وشوية وانا هرجع لمليون وستمائة وشوية دي بعد شوية مع حضراتكم بس اتحاد الكرة او اللجنة السلسية المكلفة باتحاد الكرة قررت انها توقع مجموعة غرامات على كابتن حسام المدير الفني السابق لمنتخب مصر قبل ما تصرفه الشرط الجزائي اللي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد قلته الغرامات دي تعدادت الاسباب يعني فيه سبب منهم انه ظهر فيه بعض وسائل اعلام دون الحصول على اذن من اتحاد الكرة مرة تانية او بخلفة تانية بتقول انه سافر خارج البلاد برضو بدون الحصول على اذن من اتحاد الكرة ودي كلها حاجات منصوصة عليها في لايحة الجبلية بعد قرار اتحاد الكرة طبعا بقالت حسين بدري مفترض انه العقد بينص ان ليه راتب شهرين يعني بتكلم في مليون تحديدا مليون وستمائة وخمسين الف جنيه وده رقم كبير جدا يعني اللي حط الرقم من البداية الحقيقة واللي رفع السقف هتتعامل ازاي مع اللي جاي كان محلي او كان اجنبي الاجنبي مفهوم لكن المحلي هل تتوقع انك انت تنزل بسقف التعاقد مع الموديل الفاني المنتخب مصر برقم اقل من ده رقم كان عليه علامة استفهام في فترة انتدت للسنتين كان عدد تجمعات المنتخب وعدد مباريات المنتخب وعدد معسكرات المنتخب وعدد وديات المنتخب قد كده يعني اللي فكر واللي خطت واللي تعاقد واللي حط البند واللي ادل واللي حدد الاجر كان على اي اساس الحقيقة علامة استفهام كبيرة جدا 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 الحقيقة علامة استفهام كبيرة جدا علامة استفهام كبيرة جدا جدا حقا علامة استف اعتقد انخ Celsius